وللمزيد من التحليل ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الأستاذ أشرف أبو الهول مدير تحرير الأهرام أستاذ أشرف بعد التحية بعد كل هذه القرارات سواء من محكمة العدل الدولية أو أيضا ما خرج به المدعي العامل الجنائية الدولية واعتراف دول أوروبية بدولة فلسطين هل عندما تجلس حكومة الاحتلال في المفاوضات ستتمسك بشروطها كما كانت في السابق؟ يعني أولا صباح خير صباح خير أستاذ المسابلي أكسترانيوز يعني أنا أظن أنه على العكس إسرائيل ستزيد من شرفة إسرائيل ستزيد من طلباتها إسرائيل كانت تريد أن تحقق ناصر بحاشم هذا الناصر لم يتحقق على الأرض لم يتحقق لأسباب كثيرة منها بسالة الشعب الفلسطيني والتضحية الكبيرية التي قدمها والضغوط الدولية والانقسامات داخل إسرائيل ولذلك هي ستسعى للحصول على مائدة المفاوضات أو خلال وجودها على مائدة المفاوضات على ما لم تحصل عليه في الحرب بأي حجة يا أستاذ أشرف؟ بأي حجة؟ حجة بسيطة جداً إنها هي التي تسيطر على الأرض وهي التي تدمر وهي التي تقتل وهي التي تتواجد قواتها الآن في رفع وفي الجانب الفلسطيني من المعبر وفي جباليا وفي الزيتون وهي التي أقامت منطق آمنة وهي التي شقت ممرات مثل ممر نتساريم وغيره وبالتالي عندما يجلس على الأرض سيحاول أن يفرد شروطه وما لم يحصل عليه بالحرب بالسلاح بالقتل يريد أن يحصل عليه بالمفاوضات وإلا سيكون هناك تهديد باستئناف العمليات العسكرية طيب دعنا نتوقف عند هذه النقطة أستاذ أشرف لأن في الحقيقة هذه النقطة تحديداً تستحق أن نتوقف عندها كثيراً فكرة أن ربما إسرائيل تكون الشروط الخاصة بها أكبر نتيجة لكل هذه العقوبات وكل هذا الرفض الدولي لكن اسمح لي كلما تخرج قرارات مثل ما قاله المدعي العام للجنائية الدولية للمحكمة الجنائية الدولية إسرائيل وكأنها فقدت التوازن نتيجة لمثل هذه الأحاديث ومثل هذه القرارات إذن هي بالتأكيد أيضاً تريد أن تعيش في دور المظلومية المعتاد بالنسبة لحكومة الاحتلال لماذا هذه المرة هي بهذا الشكل من وجهة نظر حضرتك؟ يعني أولاً أنت إصطبت كابت الحقيقة عندما أكدت على أن إسرائيل تعيش في دور المظلومية إسرائيل لديها يعني قدرة كبيرة جداً على الأنقار عفواً هي تدعي أنها الدولة صاحبة الجيش الأكثر أخلاقية في العالم وأنها لم تقم بأي انتهاكات لحقوق الإنسان وأن ما حدث هو أخطاء فرضية بسيطة من جنود وأنها راعت كل القيم وكل المعايير في هذا الأدوان هذا ما يؤكده نتنياهو ويؤكده كل المسؤولين الإسرائيليين ويعيشه الشارع الإسرائيلي يعيشون الوهم يعيشون أنهم هم الأقصر أخلاقية وهم الذين يلتزمون بالمعايير وأن ما حدث هو أقل بكثير مما كان يحدث لو أنهم تحركوا برغبة الانتقام لكن هنا أيضاً رغبة الانتقام موجودة رغبة الانتقام موجودة ومؤكدة من خلال إحساسهم بالهزيمة في السبع من أكتوبر من خلال إحساسهم بأن أكذبهم عن الأمن والقدرة وعن أنه لا أحد يستطيع أن يخترق الحدود كل هذا استطعت المقاومة تدميره من خلال الاختراك الكبير في السبع من أكتوبر ولكن الأهم من قدرة المقاومة هو الفشل الاستغباري الإسرائيلي هو الفشل السياسي الإسرائيلي هو أن تكون لدي إسرائيل معلومات كاملة عن الهجوم وحجم الهجوم وخطط الهجوم وهو ما يسمى بخطة جدار أريحة التي وصلت لإسرائيل قبل الهجوم بعام وأيضا قبل الهجوم بـ 48 ساعة كانت هناك تحذيرات وكانت هناك أخبار وكان هناك حديث عن تجمع مقاتل القسام ولكنهم لم يصدقوا نتنياهو وكما قال يائر لبيب زعيم حزبه هناك مستقبل زعيم المعارضة أمس أن نتنياهو وصله تعميم أو قرار أو معلومات كاملة وفي الأيام الأخيرة أصبحوا ينفون مثل هذا الخبر هو ينفي لكن يائر لبيب أمس قال إذا كنت أنا كزعيم معارضة حصلت على إفادة بما يحدث ألم يحصل عليه نتنياهو الذي ينفي هو قال لا أنا رضعت حماس حماس لن تجرؤ وبالتالي رغبة نتنياهو وأركان حكومته خاصة العسكريين في الانتقام لأنهم خشلوا بشكل شخصي وحجم الهجوم الذي حدث والعدد الكبير من الخسائر الإسرائيليين يجعل الإسرائيل تدخل هذه الحرب وهي لا ترى إلا الربة في الانتقام ولذلك هي تدمر غزة لا تحارب غزة وإنما تدمرها يعني في الأيام العشر الأخيرة عندما أعادوا احتلال جباليا تقارير أول أمس تقول أنه تم تدمير 85% من المنازل والمباني في جباليا التقارير تقول أنه مئات الجسس في الشوارع التقارير تقول أنه أماكن لم تكن أبدا من معاقل المقاومة في جباليا تم تدميرها هذا ما يحدث بالزيط نعم لكن أستاذ أشرف بعيدا عن ما تقول وتقول وتقوم به قوات الاحتلال وحكومة الاحتلال إلا أن أغلب دول العالم والمنظمات الأممية أصبحت الآن تتحدث عن أنه لابد من الوقف الفوري للعملات العسكرية في غزة وفي رفح أن إسرائيل متهمة بالإبادة الجماعية إذن كيف ستكون إسرائيل في المفاوضات وهذا هو السؤال الأول اللي حدثت كان إجابتك أنها ربما تكون متشبسة بشروط أكثر كيف أكثر في ظل أن العالم كله يرى أنها مخطئة هناك شيء آخر شيء بسيط جدا إسرائيل بدأت الآن تروج إلى أن العالم عادة يعاد إسلامية وأن العالم متواطئ مع العرب وأن العالم يرفضها وأنها لابد أن تكون معركة وجود وأنه لدرجة أمس التهديدات التي ظهرت في داخل إسرائيل ضد محكمة العدل الدولية وقبلها التهديدات التي وجهت سيد كريم خان المدعي عامل الجنائية الدولية وحتى المساندة الأمريكية غير المحدودة عندما يقول السيناتر لينز جرهام لتذهب محكمة العدل الدولية إلى الجحيم وأنه محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية والأمم المتحدة الكل يعادي إسرائيل هذا ما تشعر به إسرائيل الآن تشعر أنها عادت إلى العصور القديمة عندما كانت عبارة عن جيتوهات أو كان الشعب اليهود يعيش في جيتوهات لكن اسمح لي أستاذ أشرف نحن نتحدث عن إسرائيل بشكل عام أم حكومة الاحتلال لأن من هون في الشارع معترضون على ما تقوم به الحكومة لا لا هذا الكلام جيد حقيقي الشارع الإسرائيلي في معظمه يؤيد العمليات العسكرية ولكن الاختلاف فقط في هل نكمل العمليات العسكرية حتى النهاية أم نتوقف ونتبادل الرهائل ثم نعود ونكمل العملية العسكرية الحكومة والمعارضة الجيش والشعب في إسرائيل الكل مجمع على ضرورة القضاء على حمل وليس إسرائيل وحدها أمريكا تشاطرها نفس الإحساس ونفس القرار ونفس الرغبة قطاع كبير في أوروبا ولكن الاختلاف فقط حول طريقة الحرب طريقة إدارة الحرب يعني المظاهرات التي نراها في الداخل الإسرائيلي هي اعتراض على الطريقة فقط وليس كمطالبة لوقف ما يحدث لا 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 توجد مطالبة حقيقية في إسرائيل بإيقاف الحرب لكن هذه المظاهرات يعني أولا جزور هذه المظاهرات لم تبدأ مع هذه الحرب وإنما منذ ما قبل الحرب عندما جاءت حكومة نتنياهو وبن جبير وسموت ريج وحاولت التلاعب بالقوانين وأصدرت ما يسمى بقانون التخصي أي أنه يمكن للقضاء أن يزدر أحكام ولكن يمكن للكنيسة أن يرفض هذه الأحكام طالما هي لا يرى أنها ليست في مصلحة الحكومة أو يرفضك أو ليست في مصلحة أعضاء الكنيسة وقبل الحرب قبل 7 من أكتوبر يعني أحيانا كان يخرج 500 و600 ألف كل يوم سب يتظاهرون ضد نتنياهو وحكمه إذن المظاهرات في الشارع لها أسباب متعددة هناك من يريد إسقاط الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة للقضاء على هيمنة اليمين وهناك من يريد أولا أن يتم تبادل الأسرة ولكن الكل مجمع على ضرورة القضاء على حماس وهناك من يقول يعني نتبادل الأسرة والرهائن ونوقف الحرب قليلا ثم نستأدفها بطريقة زكية وليست بطريقة الضغط المتواصل ولكن بالطريقة التي خططت لها إسرائيل فعلا وهي أنها جرفت غزة أقامت طرق طولية وطرق عرضية تسيطر على غزة من الجو بالطائرات المسيارة وتسيطر ميدانيا بالدبابات والمدفعية ويمكنها أن تدمر غزة وتواصل الحرب بدون أن تدخل إذن الصورة في النهاية ليست كما نرى أن الكل لا يريد الحرب لا الأغلبية يريدون التبادل أولا والكل يريد إجراء الانتفابات ولكن لا هذا ولا ذاك يعني أنهم يريدون أنهاء الحرب بشكل كامل هم يريدون القضاء على حماس بالكامل طب أستاذ أرشا عفوا هنا أريد أن أقول شيء هناك معلومات أو لا أقول معلومات ولكن شعور كامل في إسرائيل أنه إذا توقفت هذه الحرب وحماس موجودة في غزة فحماس قد تحاول تكرار ما حدث في السابع من أكتوبر مرة أخرى وأيضا هناك يعني شعور كامل أنه إذا توقفت هذه الحرب فإنه بهذا الشكل فإنه سكان مستوطنات الغلف لن يعودوا إلى المستوطنات وبالتالي لا أحد يجرؤ على المطالبة بإنهاء الحرب وحماس مستمرة في حق مجلس نعم فكرة يعني حكومة الاحتلال أصبحت تستخدم فكرة الفزاعة حتى بالنسبة للمواطن الإسرائيلي طيب خلينا نعود مرة أخرى إلى محكمة العدل الدولية وقرارات محكمة العدل الدولية وما قاله الأمين العام للأمم المتحدة عندما قال إن قرارات محكمة العدل الدولية وفقا لنظامها الأساسي هي ملزمة ماذا تعني كلمة ملزمة وماذا إن لم تنفذ هي بالفعل قرارات ملزمة أي إنها يجب أن تنفذ لكن هناك إشكالية كبيرة إن محكمة العدل الدولية ليس لديها قوة تنفيذ جبرية يمكنها أن تذهب إلى هذا البلد أو ذاك وتدخل وتعتقل وتفصل بين القوات وتطرد هذه القوة أو تلك ولذلك فهي تعتمد في التنفيذ على مجلس الأمن يجتمع مجلس الأمن ويعني يصدق على أي قرارات للمحكمة العدل الدولية ويبدأ في تشكيل قوة للتنفيذ ويعني هذا أمر يمكن أن يحدث إذا كنا نتعامل مع دولة مثل دولة أفريقية دولة ليست صديقة للولايات المتحدة إذا كنا نتعامل مع قوة معادية في أمريكا اللاتينية أو غيرها ولكن في مجلس الأمن هناك العقبة الكأداء المثمى بالجين هناك خمس دول كل دولة تملك نتحدث عن أنها ملزمة لكن الفيتو من الممكن أن يستخدم أيضا حتى بعد هذه القرارات في مجلس الأمن بالتأكيد الفيتو يمكن أن يستخدم ومنتظر أن يستخدم لأن أمريكا ما زالت تؤكد أن حل هذه القضية يكون على مائدة التفاوض وليس من خلال الأحكام وأن حكومة الاحتلال لم ترتكب الإبادة الجماعية صحيحة وأمريكا تم في حدوث إبادة جماعية نعم الأستاذ أشرف أبو الهول مدير تحرير الأهرام جزيل الشكر حضرتك على هذه المداخلة وهذا التحليل ترجمة نانسي قنقر